موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المشاهدين حياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء الذي يطلع عليكم يوميا وفيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية إضافة إلى الضيوف والتقارير التي تفيد المشاهد بإذن الله حياكم الله ونتعرف إلى عنوي الحلقة اليوم موسيقى بلدية مدينة دباء الحصن ونادي دباء الحصن الرياضي الثقافي ينظمون فعالية لفئة العمال موسيقى قراءة شعرية للشاعر سعيد المزروعي موسيقى تأسيس المشاريع الصغيرة والحفاظ على جودتها هذه عنوين حلقتنا لليوم ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابعي لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحمل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية أما الآن مشاهدين ننتقل معكم لنتعرف على أخر الأخبار المحلية بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية وأولى العنوين تنفيذي الشارقة يعتمد مشروع برنامج الترميز الجيني ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة ونائبي رئيس المجلس التنفيذي صباح الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم وبحث المجلس خلال اجتماعه عددا من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة وناقش خلاله الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاعات الحيوية المختلفة على المستويات المحلية والعالمية واعتمد المجلس مشروع برنامج الترميز الجيني لتصنيف التنوع الحيوي في إمارة الشارقة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والمعنى بتصنيف الكائنات الحية في الإمارة وتسجيل بيانتها وترميزها جينيا باستعمال الحمض النووي التسلسلية ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للترميز الجيني الخاصة بأنواع الكائنات الحية وتسخير المختبرات لتحديد هوية الكائنات الحية على مستوى الحمض النووي وتسهيل الوصول إلى البيانات وإتاحتها للمجتمع العلمي والإسهام في وضع خطط الحفاظ على الكائنات الحية وتزويد الاتحاد الدولي لصنطبيعة بالمعلومات للإسهام في تقييم القوائم الحمراء وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال أبحاث الترميز الجيني ومواكبة للتطور الكبير في قطاع الطيران وبالتزامن مع النمو الذي يشهده في إمارة الشارقة اعتمد المجلس التنفيذي مشروعي قانون إعادة تنظيم كل من دائرة الطيران المدني وحيئة مطار الشارقة الدولي ووجه المجلس بإحالة المشروعين إلى المجلس الاستشاري لاستكمال دورته التشريعية وطلع المجلس على رد دائرة شؤون الضواحي والقرى على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة والتي تأتي حرصا على تعزيز العمل الحكومي وتعزيز التعاون مع المجتمع وتحقيق تطلعاته بما يواكب رؤية الإمارة مكتبات الشارقة تنظم فعالية المكتبة البشرية للطلاب استضافت أو استضافت مكتبات الشارقة فرع كلباء مؤخرا فعالية طلابية بعنوان المكتبة البشرية وتحت شعار طموح قصص ملهمة وإنجازات تستحق أن تذكر وسرد خلالها خمسة طلاب متميزين قصصهم وتجاربهم وإنجازاتهم في المجالات المختلفة وقدموا نصائحهم لزملائهم وأولياء الأمور الحاضرين وتنوعت قصص الطلاب المشاركين في الفعالية منهم ثلاثة من الصف الثاني عشر في ثانوية سيف اليوروبي وهم خالد حميد البلوشي وزاهد عبدالله القايدي وسعود سالم القايدي إضافة إلى الطالبين حميد سعيد صالح الزعابي من الصف الثالث بمدرسة الفجير الخاصة ومنصور سعيد صالح الزعابي في الصف الخامس بالمدرسة الإنجليزية في كلباء شراع يسهم بإعداد جيل من رواد الأعمال في هاكثون الاستدابة ينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع برنامجا مكثفا من اليوم التاسع عشر إلى الواحد والعشرين من مايو موفرا للشباب الإماراتي منصة فريدة لإطلاق العناني لإبداعاتهم وروحهم الريادية وبهدف التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الاستدامة ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة تجربة أفكارهم والتأكد من جدواها وقابليتها للتطبيق ويركز على ضمان ممارسة وتنفيذ المشاركين لعملية التفكير التصميمي والإبداعي وبهدف التدرب على فهم التحديات المعقدة وإيجاد حلول عملية مبتكرة ويتضمن الهاكثون المكثف الذي يقام على مدار ثلاثة أيام برنامجا حافلا إذ يتضمن مناقشة عدد من الأبحاث المتعلقة بالسوق ومقابلات حصرية مع نخبة من الخبراء وتبادل الأفكار وبناء النماذج الأولية والتدريب على العروض التقديمية وفي اليوم الثالث والأخير ستحصل الفرق المشاركة على فرصة عرض حلولها على لجنة من المحكمين الذين سيقيمون أفكارهم ويختارون أفضل ثلاثة فائزين شروق تستعرض إنجازاتها ومشروعاتها في سوق السفر العربي كشفت حيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق خلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 مستجدات عدد من مشروعاتها البيئية المستدامة والتي تقدم تجارب استثنائية وتجذب السياحة والمستثمرين من أنحاء العالم كافة بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة باعتبارها وجهة سياحية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي سواء في الضيافة الفاخرة الصديقة للبيئة أو التجارب الثقافية التفاعلية أو الإقامة وسط البيئة الطبيعية إذن عزاء المشاهدين هذه أخبارنا المحلية وما زلنا في المنطقة الشرقية وأخبار المنطقة الشرقية إذ نظمت بلدية مدينة دباء الحصن ونادي دباء الحصن الرياضي الثقافي فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي تخلى لها كثير من البرامج الترفيهية التي سنتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير لنتابع نظمت بلدية مدينة دباء الحصن ونادي دباء الحصن الرياضي الثقافي فعالية ترفيهية يتخللها ألعاب رياضية لفئة العمال بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام عرفانا بدور هذه الفئة المهمة وجهودها وذلك بحضور عدد من مديرية دوائر الحكومية وموظفيها وأهالي المدينة الفاضلة نظمت بلدية مدينة دباء الحصن بالتعاون مع نادي دباء الحصن الرياضي الثقافي يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو من كل عام وذلك تقديرا لجهود هذه الفئة الكادحة والمكافحة عملنا من خلالها عدة برامج رياضية وترفيهية وهناك العديد من الجوائز والتكريم لبعض من هذه الفئات اللي هم المتميزين ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يديم عليهم الخير والبركة لأنهم هم عنصر مهم في تنمية هذه الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفا رئيسيا في عملية الإنتاج وشريكا في التنمية التي تشهدها الدولة ومن جهة أخرى استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجازات كثيرة لضمان حقوق العمال أبرزها توفير حزمة متميزة من التشريعات والإجراءات لصون حقوق العمال مستمرين عزاء المشاهدين في برنامج حديث المساء الإبداع والابتكار في طرح فكرة وتنفيذها على أرض الواقع أهم خطوات بداية أي مشروع واليوم ضيفتنا على عتبة بداية مشروع المرسم للفنون ضيفتنا اليوم هي ندى جمال الزرع مساء الخير ندى مساء النور حياة شاء الله الله يحبينيك إذن نلتقيك اليوم ونتعرف أكثر على هذا المشروع المميز ومشروع فني سنراه وسير النور بإذن الله إذن الله مشروع المرسم عبارة عن مشروع يوفر مساحة فنية لجميع أفراد المجتمع صغار، كبار، فنانين بالفترة أم لا المشروع للجميع جميل إذن مشروع للجميع ودائما الفن والفنون الجميلة دائما جالبة للأنظار وتستقطب الهواء تستقطب حتى الشخص الذي بالفعل ما عنده مثلا المهارة في الرسم لكن لديه الذائقة في النظر لهذه الفنون طبيعة المرسم عزيزتي ندى المرسم مقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول اللي هو مساحة لأي شخص أنه يجي فيها ويختار باقة من الباقات الموجودة في عنا باقات تبتدي من الأساسية، باقة متوسطة، الباقة الاحترافية، وعندنا الباقة المميزة في كل باقة في عدد معين من الألوان يختارها الشخص بحسب لناسبة مثلا الباقة الأساسية تبدأ بستة ألوان وثلاث فرش الباقة اللي بعدها 12 لون و12 فرشة مثلا وهكذا الباقة المميزة باقة لا محدودة تنفع مثلا الجروبات أو المجموعات الكبيرة وكذلك العائلات فالشخص يجي يختار اللي ناسبة، يرسم اللي ناسبة، الوقت اللي ناسبة وينتقل بعدها للجزء الثاني من المرسم الجزء الثاني عبارة عن الجزء المميز، أكثر ما يميز المرسم كمشروع واللي هو لوحة العرض أو جدار العرض في جدار العرض هذا أي شخص فنان رسمته بتصنيفات طبعا يعني الناس تختلف في تصنيف اللوحات لكن شو ما كانت اللوحة؟ لو كانت لوحة عليها نقطة لو كانت دائرة شو ما كانت لوحة؟ أنت تشوفين أن هي لوحة تستحق العرض تقديرين تعرضينها على الجدار كل المطلوب منت هو رمز معين مقابل العرض لمدة معينة وتحددين أنت السعر اللي تبغيناك زبونة في المرسم وبعدين إذا نباعد حلال عليك المبلغ اللي أنت طلبتي وإذا مثلا ما نباعد يحقلك تتصرفين في اللوحة أو ترجلين تمددين فترة العرض والجزء الثالث من المرسم والأخير واللي هو الجزء اللي فيه الورشات ورشات العمل عندنا مساحة مخصصة فيها ورشات عمل بشكل دوري مع فنانين ومدربين واختصين وكذلك ممكن لأيحد أن يحجز هذه المساحة للاحتفال بالمناسبات مثلا مناسب التخرج ترقية في العمل شو موقات المناسبة أو حتى مثلا للشركات أو المؤسسات ممكن أن يحجزون هذه المساحة بحيث أنهم يسوون عصف ذهني ممزوج مع الفن أو مثلا في شيء اسمه أرث ثرابي أو لهو العلاج بالفن كذلك هذا كله متوفر في المرسم نعم عزيزتي نذا ذكرتي نقطة جميلة جدا بأن الزبون أو حتى المتعاملين الزائرين لهذا المرسم بإمكانهم الاستفادة من المرسم لجني أرباح في المستقبل هذا جانب مهم جدا لأن هناك كثير من الرسامين عندهم موهبة الرسم لكن يعجزون على بيع هذه اللوحات أو تحصيل وقابل مادي عليها تماما وبصراحة الفكرة أصلا بدأت من هنا تحديدا أنا كنت أتسلم مع صديقتي في الصيف الماضي نعرف الجو شوي صعب عندنا في البلاد فطلبنا شوي أدوات فنية وإلا سنرسم نحن لا فنانات ولا يعني نحب الفن مقدرة فقط فبعد ما رسمنا هذه اللوحات شفنا أن هي بصراحة يعني لوحات حلوة يمكن ما تلقى المستوى للوحات الكبيرة والفنانين أكيد لكن هي لوحات ممكن في بعض الناس يشوفون فيها شيء فقلنا نجرب واتصلنا في معارض موجودة في البلاد وقلنا لهم نحن فنانين وعدنا لوحاتنا بغينا عرضها وشو الإجراءات؟ قالوا لنا أول شيء اللوحة بتدخل لجنة اللجنة بتقيمها لازم اضطرشو لنا السي في موالكوم لازم اضطرشو لنا البورتفوليو أو الملف الفني موالكوم فالسلفة كانت ويت صعبة وطبعا في رسوم كبيرة ندفعها وممكن تنقبل اللوحة وممكن لا فنحن قلنا ليش أكيد في ناس مثلنا كثير يشوفون الفن أنه يعني هواية وشي يتسلون فيه ممكن في نفس الوقت يستغلون لجني أرباح منه وبكذلك يعني بهذه الطريقة نحن كما رسم ربحانين والشخص أو الفنانين اللي يونعدها أيضا ربحانين جميل ذكرت بأن هناك تصنيفات لأنواع الباقات الخاصة بالرسومات على حساسة ألوان مع شرلون أو حتى ألوان ممتدة لكن هل هناك طبيعة معينة الألوان؟ طبيعة الألوان المستخدمة؟ أو مفتوحة حتى؟ هي مفتوحة موجودة الألوان الزيتية الألوان الأكراليك ألوان مائية حتى ممكن مثلا تكونين نتياية مثلا مع أطفال ممكن الألوان يعني تكون شوي أصعب الألوان الأكراليك وزيتية على الأطفال فموجودة المائية وموجودة الخشبية كل أنواع الرسم والألوان والفنون حتى ممكن في أدوات ثانية يعني ممكن مثلا ما تخطر على البال مثلا ريش ريش مثلا صناعي ممكن ورد مجفف كل هذا موجود ومتوفر طبعا أي شيء يبضي فيها في رسوم رمزية حاولنا تكون الأسعار مناصبة للجميع في متناول الجميع جميع فئات المجتمع حاولتوا إدخال موضوع الأشغال اليدوية مع اللوحات أو الرسومات؟ فكرنا في الموضوع لكن شفنا أن هذا ممكن يأخذ مسار آخر يعني محتاج حتى كبيئة مختلفة لكن موجود بنطاق معين بنطاق محدود نعم أكيد لهذا المشروع هدف هدفكم عزيزتي مدى من مشروع المرسم هدفنا الأساسي والأول هو تشجيع واكتشاف مواهب الناس لأننا نؤمن أن كل شخص هو فنان بالفترة وبذلك مهما اختلفت هذه الموهبة في الأشخاص لكن الفن موجود فينا كلنا جميعا خاصة أننا هنا في البلاد وخاصة في إمارة الشارقة هي عاصمة الثقافة والفنون فجميعنا نقدر الفن فهذا هو الهدف الأساسي جميل ذكرتي من حديثة شبيئة أن المرسم متاح لجميع شرائح المجتمع صحيح صحيح لكن بالنسبة لأوقات العمل هل هي متاحة لجميع شرائح المجتمع أو لجميع الأوقات أم هناك أوقات معينة أيضا فكرنا في هذه النقطة وبناء عليه فتحنا الوقت قدمة نقدر من ساعة عشر الصبح لساعة عشر مساء مناسب حتى فترة الظهيرة كثير من الأشخاص صينتهون من أعمالهم فمكان للتنفيذ يعني حتى الشخص لما يلون بالفعل يحس براحة نفسية يمكن ضغوطات عمل يمكن ضغوطات حياة عملية بالشكل العام فهذا التلوين يأثر مثل ما ذكرت في حديثة بأنه جانب من العلاج النفسي صحيح أو العلاج بالتلوين أمير 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 حتى خصصة منطقة هي اسمها المنطقة المريحة يعني كوزي أريا بتكون في الوسط بتكون مثل هذه الكراسي بهذا النوع ممكن أن الشخص يلس عليها ويرسم بالطريقة التي تريحها يعني كأنه جالس في البيت طبعا باقي المكان كراسي مهيئة أكثر للجلوس والرسم وحتى في عنا الستاندات التي نلس ونرسم عليها من نفس الفنانين فكل هذا موجود بحيث أن الشخص فعلا يلس ويطلع الفن الداخل قبل سنوات تقريبا راجت في المجتمع عدد من الكراسات اللي فيها مثلا رسومات مرسومة وكل شخص يعبر عن هذه الرسومات بأشكال معينة الحقيقة ما يحضرني اسم هذه الكراسات لكن هل في هذا الجانب كذلك موجود في المرسم بأن تكون لك رسومات جاهزة والأشخاص يلونون هذه الرسومات نعم موجود ولما فكرنا في هذه النقطة كانت خاصة مثلا للأطفال ممكن أن الطفل يواجه صعوبة أنه يبدأ بفكرة جديدة فهذا كنوع تشجيع أن فيه فكرة ممكن هو يكمل عليها الرسمة يعني يكمل رسمتها أو مجرد يلونها فنعم موجود جميل إذن المشروع بإذن الله بعد شهر يمكن يرى النور مثل ما ذكرنا إن شاء الله تعالى حاليا شغالين على الديكور الداخلي يعني التنفيذة أكيد الديكور الداخلي يمكن مرحلة صعبة يعني يحتاج إلى أن الشخص يكون متقن لكل جانب ويعني متيقن حتى لكل زاوية من زوايا هذا المركز فكيف حرصت على الديكور الداخلي؟ بصراحة هذا فعلا نفس ما ذكرتي هذه أطول مرحلة يعني امتدت أكثر من اللي كان متوقع بكثير لكن الحمد لله أنا متابعة معاهم خطوة بخطوة كل شيء يعني حتى الموسيقى اللي بتكون داخلية موجودة فكرنا فيها الإضاءة نوعها نوع الكراسي يعني حتى الجلسة نفسها كيف تكون أن تكون مريحة يكون فيها مثلا مسند كل شيء فكرنا فيه فإن شاء الله يعني الله يسر بإذن الله أكيد مثل ما ذكرنا راح تكون هناك في ورش هل في هناك ورش دائمة؟ هل هناك جدول سيكون ممكن في موقع إلكتروني منصات تواصل اجتماعي تنبه الزوار أو حتى الزبائن بأن هناك ورشة قائمة بعد أيام أو بعد أسابيع؟ نعم وكذلك بيكون في حتى حجوزات يعني هذا كله إن شاء الله موجود على صفحتنا في السوشال ميديا وسأل تواصل اجتماعي وكذلك في الموقع الإلكتروني مع قابلية الحجز ودائما بيكون في إعلانات عن كل الورشات اللي بتكون موجودة ومثل ما قلت أنه ممكن أن الشخص حتى هو يحجز المكان بنفسه وهو يتصرف فيه يعني اللي يحتفل مثلا ونحن ممكن نوفرهم الأدوات ممكن نوفرهم مثلا ثيم مثل ما يقولون أو موضوع يعني مثلا أنه فيه جروب حابين يحتفلون مثلا في عيد ميلاد ممكن نحن نعطيهم موضوع أن موضوع اليوم نرسم طبيعة مثلا ونوفرهم الأشياء المساعدة فكل هذا إن شاء الله بيكون موجود متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتحاولون أنه مثلا زيون المكان بطريقة معينة على قالب معين بشكل معين على حسب ذائقة الزبون تحرصون على هذا الجانب صحيح بالضبط حتى المناسبات مثلا موجودة لأعياد عدنا مثلا رمضان أو العيد الوطني كل هذا فكرنا فيه بحيث أن يكون الدكور الدائم يتناسب مع أي مناسبات ممكن تأتي نعم في مرافق أخرى تابعة للمرسم حرصتي أن تكون موجودة في المرسم نعم غير منطقة الراحة ومنطقة الرسم نعم المقهى المقهى يرسم ممكن أن الوضوع يأخذ منه ساعات وما يحسب نفسه فموجود عنا المشروبات الباردة المشروبات الحارة أو الساخنة وكذلك الوجبات المسبقة الإعداد أو الجهزة مثلا مثل السندوشات السلطات الكيكات نعم فيه وقت زمني للجلوس الزبون لمفتوح الجلوس الزبون فكرنا في هذه النقطة في صراحة واحترنا بس مبدئيا يعني بنبدأها أن الوقت مفتوح بعدين لكن إذا صارت زحمة إذا صارت زحمة كذا ممكن فكرنا بطريقة تكون لطيفة اللي هي بتكون أن نحن نحط تايمر على الطاولات ونسويها كأنها تحدي أن اللي يخلص خلال ساعتين مثلا يحصل خصم معين واللي يجلس أكثر بيتفعل السار كامل مثلا هذا إن شاء الله لكن مرحلة لاحقة أتمنى لكم توفيقة في هذه المراحل الخاصة بالمشروع لأن مشاريع مثل هذه المشاريع هي مشاريع مهمة وكثير من الشباب يحرصون على أن تكون مشاريع فيها طابع مختلف ربما نرى مشاريع متشابهة وهذا الأمر يظلم مشاريع كثيرة وقد يستنفذ الأموال وبالأسف يعني يصير أنه نسخ في الأسواق فمشروع الحقيقة يعني قليل لي ما سمعت مثله باسمه وبطريقته وبأفكاره ما شاء الله عليك عزيزتي ندى فنالت التوفيق في هذا المشروع المميز تطلعات المشروع أين تريدين أن يصل هذا المشروع إن شاء الله أتمنى أنه أهم شيء عندي يحقق الهدف الأساسي والذي هو أن نشجع الناس يطلعون الجانب الفني الذي داخلهم ويقدرون الفن ويشوفون أنه فعلا شيء أساسي ومهم ليس كتسلية لكن أيضا كجزء من الاستقرار النفسي والداخلي للشخص جميل أكيد هناك صناديق لدعم ورعاية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وفي كل إمارة هناك صندوق مخصص في إمارة الشارقة كذلك هناك دعم لهؤلاء الشباب المقبلين على المشاريع كيف أنت مع هذه الصناديق وهذه المراكز المتخصصة في دعم رواد الأعمال الجدد؟ بصراحة شكرا على سؤالك لأنه فعلا كنت محتاجة شيد بمؤسسة الشارقة لدعم مشاريع ريادية رواد فعلا ما قصروا وهم سبب وجودي اليوم معكم وكذلك دعمهم لا محدود بصراحة من أول يوم اتعامل فيه معهم من ناحية العضوية والتمويل ورشة عمل مرة يعني يعطوني الفرصة أني أشارك فيها هذا غير الورشات التدريبية اللي ساعدونا فيها أن ندخل عالم ريادة الأعمال أكيد في كثير أشخاص عزيستي ندى ويدهم يفتحون مشروع فممكن أعرف من خلال عزيستي طريقة يعني دخولت لي رواد وكيف كانت العضوية وكيف كانت تسهولة بصراحة الموضوع كان سهل بالنسبة لي الحمد لله تجربتي كانت سهلة خاصة مع رواد كانت مجرد مكالمة اتصلت فيهم قلت لهم أنا عندي فكرة كذا كذا قالوا لي تمام التاريخ الفلاني ترسيلين في بعض الأوراق المطلوبة حددوا لموعد مقابلة كانت مقابلة سليسة الحمد لله كذلك وبس بعدها تقريبا بأسبوعين وصلتني منهم يعني الخطاب وصلني الخطاب منهم بالموافقة الحمد لله العضوية جميل أكيد اختيار موقع المرسم وموقع المشروع مهم جدا كيف حرصتي على اختيار هذا المكان أكيد فيه هناك مقومات للمكان مقومات لي يعني أو النقوة حتى في تواجد الزباين بصراحة صحيح في البداية كنت مفكرة في مكان مختلف كليا صديقتي اقترحت علي هذا المكان مكان هو يعني هو في شارع مليحة حاليا يازلت تفتح فيه ويد مشاريع نعم فأنا كانت البداية من هناك لكن سبحان الله ما أعرف كيف يعني كان مكان مناسب جدا وكنت خلاص ما شيف الإجراءات لكن سبحان الله يزد في بالي مرة أني أكلم مجموعة ألف وأشوف عندهم يا أما في مجمع زيرو سيكس في الشارقة أو في الممشا وهم شارعوا علي في الممشا وقالوا لي أن فيه تشجيع للمواطنين وفيه تسهيلات كثيرة وفعلا يدعموني من هالناحية والحمد لله حاليا يعني مرتاحة جدا أن أنا الحمد لله خطرت الممشا حقيقة مكان جميل جدا وفيه الاستدامة حتى في طريقة الشزيرات طريقة النباتات المزروعة لأن بالفعل من يعني يرسم من يهوى الفن يستشعر وحتى يستلهم هذا الفن من خلال هذا المكان تماما المكان فعلا يعتبر كأنه مجمع كامل غيرنا هو مجمع سكني أصلا وهذا ممكن يساعد أصلا في يعني نوع من التسويق أن اللي موجودين اللي ماشيين خلنا نشوف شو هذا يكلمون ربع هنا كلمك هذا المكان فعلا مهيئ ويديد فهي أنه نعتبر نحن من البداية نحن بادين مع بداية الممشا فإن شاء الله توفيق لنا ولهم بإذن الله بما أنه كذلك يعني هي منطقة سكنية وفيها كثير من الأسر حتى فرصة للأمهات بأن يعني يرسلوا أبنائهم للرسم لتغيير أجواء من هؤلاء الطلبة لأنه أكيد هم في مرحلة دراسية فيعني أكيد بعد الواجبات المدرسية يكونون في فترة العصر فيعني قضاء وقت بشيء مفيد بالضبط نحن فعلا مستهدفين الجميع يعني حتى الأمهات نفسهم الأطفال أخوانهم الكبار الشباب خاصة الشباب بصراحة لأننا عارف أن أحيانا البنات أكثر يميلون للأمور الفنية لكن جدا يعنينا أن الشباب أيضا يشوفون أن هذا شيء مبس للبنات يعني مم محدد بجنس معين مثلا إذن سعيدة بهذا اللقاء وأتمنى لك التوفيق عزيزتي نادة جمال في هذا المشروع الذي يعني بالفعل بفكره متميز وبإذن الله سير النور ونرى هذا الإبداع الفني في المجتمع شكرا لك عزيزتي كلمة أخيرة شكرا لكم شكرا للشارقة شكرا للإمارات شكرا رواد شكرا لأهلي وأصدقائي ولكل الدعم شكرا الجميع سعيدة بلقائك شكرا